يا اهلا بمتابعينا الكرام اليوم قالولي ان احنا ظهرنا على النهر وعالمسبح وقالولي جاي عبالون فراريج على الفحم وقلتلن طلبكن موجود لنعمل فراريج وقطية بفراريج على الفحم لذلك خليكم معي لتشوفوا هيدا الوصفة مشان تستفيدوا منها تعملوها بالمنزل باي رحلة بتظهروا فيها كتير لح تبيضوا وشكم لحيطلع الشيء كتير مميز كتير رائع مع هيدا الخبزة الحرة الرائعة شوفوا من اللجاج عنده كتير طيب. اليوم لح نعمل نحنا وياكم بهيدا المنزر الحلو فراريج على الفحم تدبيه لي روعة لح تستعملوها بالبات ولح تستعملوها بالطبيعة هيدا لقلكم مشاهدين العزاء. متل ما عم تشوفوا هلا عندي هون عندي هيدا فراريج طبعا عندي اربعة فراريج بدي اعملهم اليوم. بدي بس مشان اشويه على الفحم قلبه بهيدا الشكل. واللي بدي اعمله بدي قص هيدا الميلي مع العظمة مشان اتخلص منها واقدر افتحوا اوكي. فيكن تستعملوا مقص لها هيدا الشغلة كتير بتفيدكن. بنزل فيها هاكي. بنرجع كمان الميلي التانية من قصة. شوفوا كيف ولا اسهر من هاكي بالمقص اهون من السكيني. طلعت عندي هيدا الشقفة. صار عندي دجاج مفتوح بهيدا الشكل. هلأ اللي بدي اعمله انا. بدي طق العظمة هيك شوي لورا. نفتحه هيك شوي. بنرجع. بنقلبه. صار عندي فروج. جاهز طبعا بدي اشيل هوا الاطراف من عندي من هون. شو ما عم تشوفوا? واهم شي انه شو? بدي جرحو بشكل كتير منيح لحتالي يستوي عندي اوكي? هلق على التجريح. هاخدوا بين هاي الطريقة بهاكي. ما بهمني انه يضلوا نفس الشكل قد ما بيكون بهمني انه شو? يستوي ويكون تمام عندي اوكي? نحروح فيها واحدة هيكي. واحدة هيك كمان. شوفوا عندي كيف فتح هون الصدر. والافخاد هلق بدي يفوت فيهم التدبيلة. هيدا تجاج صار عندي جاهز. هلق بدون نعمل تدبيلة كتير روعة صدقوني لحت تشوفوها اول مرة بحياتكم كتير شي مرتب وطيب خليكم مانا عالتدبيلة. طيب هلق للنقع عندي هوني طبعا رمان بهايدي الطريقة لحفضيهم وبدي ارجع اخب منهم العصير. ازا معنا معلقة فينا نشتغل او خشبة حرك. يعان. وهلق بدي اعملوا بدي يبلش هرس فيهم طبعا سابت هيدا الرمانة ما انه لونة كتير غامق. بس بتضلق بيمشي حالا. خديني يصفيهم بهيدا لانه ما عندي جات تاني يصفي فيه وبنرجع نقلبهم عجلات اوكي. شوفوا ما احلى هالفراريج. روعة. شوفوا ما احلى هون. صفينا. نحن نرجع نحط عصير الرمان عجنب. كمان عصير ليمون. يعني برتقال. يا سلام. شو هيدا? خلينا نحط لهم شوي من كمان هيدا اشتر البرتقال. عصير حامض. يعني ليمون. كمان ندعمها. كمان نستفيد كمان. من قشرة الحامض. خلينا نزيح هيدا هيكي. عندي هون هيدا. بدي دق فيها توم. تلاتة حصوص توم كبار. حلوين. حطولهم ملح مشان يدوبوا عندي. طيب بنحط الطوم. عندي هون زنجبيل اخضر كمان فرمته. وعندي حر بنحر حرة شوي. فلفل اخضر. نحن نزللهم كمان فلفل احمر جاف. ندعمها زيت زيتون او زيت نباتي ازا عنا. ندعمها تقريبا شي. ربع كوب. فلفل ابيض. وراحوا مع الهوى. سماء. كمان شي معلقتان كبار. نرجع عنا بابريكا. كمان شي معلق او نص كبار. رح نرجع نضيف شوية ملح كمان. كمان شوية فلفل اسود خشن. شوفوا هيدا اللون. شي خرافة اللي حيكون. هلأ اجا وقت التدبيل. يلا. يا سلام شوفوا ملا منظر. شوفوا هالروعة. طبعا ما نفركن منيح. بدنا نفركن منيح. بتفوت الخلطة جوة كلها. وعلى المايلة التانية كمان. شوفوا المنظر الحلو. طيب تبالنا هالفراريج اللي احنا تركن ساعتان عمهلون وبنرجع من روح للشوية. طبعا تركت شوية من التدبيلة. بدأت هانا فوقون اسناء الشوية هيك بتعملهم رطبين وطيبين كتير. خليكم معنا. طيب هلأ هون للصراحة معاش قدرنا نكمل تصوير بالصوت. فولعنا الفحمات وجهزنا الوضع مع شوية تحطب هيك لا يعطوا نكهة. شوفوا ما احلى هالمنظر. متن ما قلت لكم. بدنا نحضر هيدي الخلطة الطيبة. عندي بقدونسوا كزبرة. وايضا الخبزة بدي ادهن عليها نفس الخليط اللي نقعد في الدجاج. طبعا تركت شوية من الخليط قبل ما اندعى الدجاج. فبدي ادهنها بهيدا الخليط الاحمر كتير. هيدا الخلطة بتطلع طيبة. عملوها عن جد مع الدجاج المشوي ومع المشاوي كتير طيبة. شوفوا ما احلى هيدا اللون. طبعا لحندهنها. وحارجع رش عليها كزبرة وبقدونس مفرومين مخلوطين مع بعض. وسكرها وجهزن لحد تالي نشويهم على الفحم. من بعد مخلصوا عندي الفريج. يلا. شوفوا هالي الفريج ما احلى هن شيء كتير اللي حيكون مميز. بدنا نحطهم بشبك طبعا. وبنتبه انه خلي فحماتي ما كتير نارهن قوي. هلأ بدي خطي بالامينيوم. متل ما هم بتشوفوا. لحد تالي يضغط هيدا البخار جوا ويستوي عند الدجاج. من بعد ما ستويته شوي من هيدا الجهة. بدي ارجع ادهنوا بالخلطة من كل وقت ووقت بدهنهم بالخلطة. وهلأ بدي ارجع اعمل شغلة مهمة كتير لحغطيها بالالمينيوم من فوق وتحت. وبعدين حط تركع النار على هداوي لحد تالي يستوي عنده والشباب هون ساعدوني كتير. الله يعطيهم العافية. من بعد ما شوينا هيدا دجاج شوينا هيدا الخبز الرائع. شوفوا لي هيدا المنظر قديش رائع. كان دجاج من جوا جوسي رطب ومستوي كل قطعة فيه كانت مستوية وما تتخيلوا كيف اكلنا هيدا الدجاج عن جد كنا كتير مبسوطين فيه رائع اذا عملتوه. لح كتير تكونوا مبسوطين. يا سلام عن جد هيدا اللحزة كانت مشوقة جدا هيدا الدجاج على الفحم مميز كان ورائع. جربوه وما تنسوا تزوروا هيدا المكان الحلو لحطي لكم عنوانه بآخر الفيديو هيدا السمكة شوفوا. الله شو روع. الله عليك يا ابو حمد شوفوا. اشتركوا في القناة